اخواني اخواتي عشاق قناة ابرتمو فاس حيكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الافاضي الان ابرتمو فاس جمت لكم شقة جميلة جدا شقة رائعة من طراز الرافع والاجمل ان الموقع جد ممتاز ورقي في مدينة فاس اخواني اخواتي شقة قرب مقهى ابلونكو يعني قربة للرمبان اللي كتواجد فيه لفصات ابلونكو شقة جميلة اللي كتواجد في الطابق الثالث المساحة ديالها 136 متر لعشاق الفخمة والضخمة الان ابرتمو فاس تتبهركم بجمالية هاد الشقة اللي تبرك الله ما شاء الله على الناس ديالها ضوق رافيع عندهم كنشكرهم من هاد المنبر هذا لاستضافتنا في هاد الشقة اخواني اخواتي دائما ابرتمو فاس كتحييكم وكتقول لكم انها بشهدت الناس بسهدت الجميع انها كتجيب الاروع والافضل في مدينة فاس اخواني اخواتي شقة بالطابق الثالث كتشوفوا هاد النوعية ديالها ديزاين وكذلك هاد الاتات الفاخر اللي بغاها هكذا مفرش على حقها وطريقها مرحباتها هي البيع واللي بغاها فارغة نحن كنتكرو تمن البيع فارغ واللي بغاها ختيب كل ما فيها كي تهم مع صاحب هاد الشقة اخواني اخواتي ابرتمو فاس تجيب لكم الجديد ودائما ما تنسوهاش للايك ديالكم باش دائما يوصلكم الجديد اللي متواجد عندنا اخواني اخواتي شقة 136 متر كتواجف طابق الثالث في هالا سانسور في هالباركينج ديال طنوفي شقة جميلة من المدخل الرئيسي ديال هاد الشقة كتواجد جوج ديال الصالونة الفخامة من طيراز الرافع شقة كيف ما هتشوفوها معايا في الفيديو كامل غادي تعطيوني انتم الرأي ديالكم وتقولوا لي واش تستحق هاد الوصف اللي وصفتها املا شقة مني كندخلو لها من دخيلة الباب كالقاو هاد الصالونات المبرعين يعني الممتازين لعديد من الناس يبغيوا هاد طريقة ديال هاد الصالون مفتوحين على بعديتهم ومفروقين غير من نوعية ديال القبص نوعية ديال القبص اللي البلافون دايرين ستيل بلدي خفيف وكذلك ستيل عصري اللي قدمنا قلصة ملكية رائعة جيعة يا واحد الجمالية لهاد الشقة هادي اخواني اخواتي كان حي هاد السيدة بحرارة على كل مضعات في هاد في هاد الشقة هادي حتنتوا ما اخوتي لا عجبتكم هاد الشقة هادي وبغيتو جيو تشوفوها معلكم الا تواصلوا معنا ومرحبا شقة اللي دخل لها سواء مفرشة او خوية يعني ما غادي يصلح في هاتشي حاجة شقة جديدة والموقع من الطراز الرافع جميع اللي كي طلبوا لانسان من متطلبات الحياة موجود في هاد الموقع هذا اخواني اخواتي في ها ثلاثة ديال الغرف جوج ديال الحمامات صالونات مفتوحين من دخلها الاولى من دخلها مباشرة ديال الموبن ونزيدكم بانها راه جايين غيجوا الجيران في كل ايطاج يعني هادي البلس كات في ها ثمينياء ديال الجيران كينا برد ما انفصل برد ما او شقة انفصل شقة تشوفوا معايا هاد الجليسة الرائعة جميلة الملكية اللي جاية غزالة ما شاء الله منورة الصالون وكتشوفوا كذلك اي حاجة لانسطالسيون ديالها لام تلفزيون لام كليماتيزور لكل شي والانسان بطبيعة حال فاش غادي يجي شوف غادي يشوف الجمالية بعينه بالنسبة الارض كيلكم باخطو اللي عاطي واحد رونقيا الهد لباخطو اخواني اخواتي عندها سريجم كبيبر كتشاهدوه معايا الاطلالة دياله جاية مباشرة على الشارع بالنسبة الاسباغا كتشوفوها معايا اللي رايجا على الشقة كاملة الوهي البلاتينيا بهدلوي القريل اللي عاطيها احتها هي واحد لوغو جميل هنا المدخل الرئيسي اخواني اخواتي مني كان دخلوه نوعية ديال الباب نوعية جميلة يعني ديال تركيا هدو اللي ولو ده بك يعطوه واحد جمالية دخيلة ديالباب وكذلك بلاندي يعني صحيح هنا شتوا معايا اخوتي الصالونات قبلتكم يعني في صالة فيها جيد ممتازة يعني الضيف اللي جاءوا بغايدخول مباشرة الصالون وتيكونوا الوليدات قاسين واخدين راحتهم في البيت ديالهم جاي عاو تاني كذلك افصالة اخرى ديال البيت يلا هم عايا تشاهدوا معايا الكلور لجامع الحمام وكذلك جامع الكوزينة وجامع ثلاثة ديال البيت الحمام الاول اللي كتشوفوه معايا فيه فاسق بالتكم بكم بليب المرايا دياله وكذلك الطوالت وكين كذلك الدوش اللي كتشوفوه بهذا النوعية ديال الزليج اللي جايته هو ممتاز بالنسبة للخشب اللي رايجل هاد شقا كتشوفوه معايا الهيطر من نوعية جميلة والعيالة اللي تتعجبهم الكوزينة غادي ندخلوا على بركة الله هتشاهدوا معايا كوزينة كبيبرة ما شاء الله بهذا اللول بوردولك حالتي يجيب ما شاء الله غزان كذلك بطبيلة ديال سالمونجي او طبلمونجي للأكل كيبقى كل شي هنا يا منزل اه كتبقى دار مجموعة حقا وطريقها فيها اللهوط فيها البلاك كتشوفوه معايا اللهوط والبلاك حتى هما خوتي فيها الانسطلاسيون ديال شوفوه اللي جاي قريب لهاد صرجم كذلك فيها الانسطلاسيون ديال اللاجة ديال الماكن بجوج لد المعن ولا ديال الماكينة ديال السابون وكل شي في المكان دياله كونجيلاتور يعني المرأة كيفما دارت كتلقى كل شي قدامها مرتب على حقه وطريقه بالاضافة للفران اللي كيتواجد في قلب هاد آآ الكوزينة هادي يعني الفران في البلاس في بلاسة دياله وهاد لوينتي عجبني صراحة الله هاد البوردو تيجي غزان في الكوازن وخصوصا منين كيكون اللي يجي يعني عطي جمالية الهد اللون اخواني اخواتي غادي ديكم البيوتة وغادي تشوفوا البيوتة كبيرين اللي دائما المتابعين ديالي تيقلبوا على غرفة باتيسمحولي كيقلبوا على شقة بالغرف كبارين يلا هم معايا غا يبدو بالغرفة الاولى ديال الوليدات هتشوفوها معايا شوفو المساحة ديالها هزا جوجيال النوامس كبارين وكذلك فيها الانسطلاسيون ديال التلفزيون وبلاكر كبير اللي بالكوليس كتشوفو معايا هانتوما يعني بالكوليس ما بغيش نحل على حسب اه حويج الناس اه نوعية ديال صباغة اللي دار هنا ديال الوليدات جاي مزيونة كتشوفو ان ولو ان جوج ديال النموسيات في قلب بتنعز الا ليس بصرة ما زال فين يدروا الوليدات او الابنتات كتشوفو كل وحدة والنموسية ديالها وكذلك هالديزاين اللي جاي جميل في الصقف غادي نمشو عاو تاني مباشرة غادي تشوفو معايا البيت الاخر قبلتكم اللي جاي تفريشها غزالة ما شاء الله دخلو شوفو معايا بهاد الخضر الملاكي الرائع شوفو معايا غليسة مزيونة لعباء لهد اه نوعية ديال الخشب ديال الطبالي تشوفو الاصالة والمعاصرة ديال مدينة فاس وكذلك اخوتي ان ما عندهاش الفيزافي جاي مباشرة على الدرم شوفو المساحة لهاز هاد البيت حتى اللي عنده البنيتات وبغايدير فيه ثلاثة ديال نوامس شوفو تبارك الله شحال هاز من من سداري هنايا والاطلالة كيف ما قلتكم جاي مباشرة على الزنقاء يعني ما عندكش الفيزافي بالتليفزيون ديالو كذلك با با بلا انترنت كل شي إلكتريك كي طلعو يهبط بدو كيف ما قلتكم ان اللي جا سكن فيها هاكا مستفى ومفرشها لحقها وطريقة لا داعي انه يحرك تشي حاجة كل شي جديد يلا هدي عمين باش سكنت واختي اللي بغا يجيب الاتاس ديالو يعني بغا يفرش فضوقو هادك من حقو عاو تاني غادي تجي عاو تاني يجميلة مادم ان الضرزوينا اي فرش حطيناها جميل جدا دخلوا شوفوا معايا شوق الغرفة ديال ليبارو حتى هي كبيرا ما شاء الله وبالحمام ديالها بالبالكون ديالها شوفوا المساحة اللي كي يعجب اللي كتعجب قاع المشاهدين اللي كيبغيوا آآ غرف كبارين كانت منا الناس اللي تصلوا بيا وبغوا بحال هاد الغرف كبارين ام بحجين الان عرض من عرضنا البختم وفاس اللي كان هديوها لكم جينا بهرناكم بهات الشقة جميلة واحنا بالتعاليق ديالكم اللي دائما كي ينوروا القناة كنديروا مجهود وربما تيخيبناش باش نجيبوا لكم الاحسن والافضل في مدينة فاس وللعلم اخوتي غادي نزيدكم حتى اللي عنده اي عقار خارج على مدينة فاس وبغاونا نتكلفوا لكم بها مرحبا واهلين وسهلا هنا قليسة رائعة جميلة آآ بالكون كبابر مصوب بالجاج في مي وكذلك بالاليمينيوم النوعية الجميلة والنوعية الرائعة يقلس الانسان هنا يشترق قيوته على الصباح في هاد الكالم موقع كالم شوف كي انا انا بحكم انني عندي المكتب في هاد الحي هذا يعني في هاد الموقع هذا طرق عين شقف آآ الكالم في هاد جهة هدي والانسان فق ما فق وبغا يمشي يجيب اي حاجة من المتطلبات دياله كل شي موجود في هاد الموقع هذا لا داعي انه يحرك الطنوبي كاين مقاهي كاين ريستورات كاين مخبازات كاين مدارس يعني اللي جاء بحث في هاد الموقع هذا راه ما يحركش لفواتيغ. اخواني اخوتي اشتو معي الجمالية ديال هاد الغرفة مش اللاش حال كبيرة اشتو معي البلاكار ديالها بالاضافة البالكون اللي جميل لي مدخل شميشة والتهوية وهاد آآ الشقة هدي آآ تبارك الله على كل مبدع بدع فيها يعني من صانع عطاها حقها وتبارك الله تعالى المقاول لدالها هاد الفصالة علوان لها وعلى المهندس. اخواني اخوتي اشتو معي الشقة جميلة ديال هاد النهار اللي آآ تبارك الله ما شاء الله عليها شقة ارفيعة وتبارك الله ما شاء الله على الناس مليها آآ لي آآ اتوها هاد آآ الاتات جميل وهاد الاتات الرافع لي بغاها اخوتي بكل ما كيتواجد فيها مرحبا واهلا وسهلا يعني الاتات كيتخص من اختصاص ملي انطار. اما الشقة اللي بغاها التمن ديالها هو خمسة وثمانين مليون تمن البيع النهائي باش صرح صاحب هاد الشقة. شقة جميلة صراحة لا تستهل هاد التمن آآ في موقع جميل اخواني اخوتي بحكم انني انا كنتواجد في هاد الموقع هذا كين آآ اخطو مكتر منها في التمن ولكن سيد راه در تمان ديال السوق. اخواني اخواتي ما سخيتش بكم ما سخيت فاش شقة جميلة. نحييكم بحرارة ونقول لكم حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.